قل أرحموا موتانا فهمت؟ ما ترحموناش نحن حيين أرحموا الموتاناس إرحموا موتانا هي صرخة مواطن من منطقة فغال في بلدية زدين بولاية عين الدفلة بسبب الوضع الكارثي الذي آلت إليه منطقتهم بعد تحويل أراضي فلاحية محاذية لمقبرة إلى مفرغة عشوائية من طرف مصالح البلدية أقول لأي إنسان تدفن هنا تدفن في مفرغة حاجة كبيرة يا صاحبي كي تهدر معه مكاش الإيجابة تخرجوا تطهروا تحطوا في المقبرة تجي تقسلوا تطلبوا بلحشاك يجوا الكلاب الضال هذه وجاء لها الرئيس بلدية وشافها قلنا إيه ما الصح بصح ما داروا له وراك تشوفها لنا معينك الأراضي غير صالحة للزراعة صحي خسرتهم وراه يقع في أملكة الشعب بالوثائق وبالأدلة وبالوسمو صبحت غير صالحة للزراعة بسبب النفايات صاشيات هرا يمسط لي أرضي ثانكي ما هو وعندك وقتي نطلبوا من السلطات المحلية ولا شاف دائرة ولا الوالي ماذا به يشوفوا حل ناهيك عن خطورة الدخان المتصاعج جراء إشعال النفايات والريحة كما كتشوف الدخان هذا كي يضرب الريحة مكاش اللي يقدر يتنفسه رئيس بلدية زدين رد على شغالة المواطنين تم اقتراح مفرغة عمومية بين البلديات بلدية اللي هي زدين والمين وبالعاص لكن بدون جدوى لماذا؟ بسبب أن الأرضية اللي تم اختيارها كانت تابعة لقطاع الغابات سكان المنطقة نشدوا السلطات لتدخل بتحويل هذه المفرغة التي تهدد صحة الأحياء وتنتهك حرمة الأموات إلى منطقة أخرى في أقرب وقت ترجمة نانسي قنقر